السلام عليكم اليوم سنتحدث عن بعض المميزات الموجودة في قلم أبل دعونا نبتلي قبل أن نبتلي نتمنى أنكم تدعونا بزر اللايك ونشتراك في القناة عشان يوصل المحتوى لأغلب الناس وبس يا شباب دعونا نبتلي بالتحديث الأخير لسوات أبل خلت القلم يتوافق مع الآيباد بشكل كبير معروف أن الآيباد هو أقوى جهاز لوحي للرسم فاليوم يا شباب سنتعلم عن أبسط وأقوى المميزات الموجودة في قلم أبل من أول الأشياء اللي فيه أنه هي تعديل الأشكال يعني على سبيل المثال أنت رح ترسم أي شكل الآيباد رح يحاول أن يعدل لك على سبيل المثال رح نبتلي ونرسم دائرة مثل ما تشوفون مثل ما تشوفون تقريبا نعدل الشكل وسوى الخطوط سيدة مثل نرسم مثلث مثل ما تشوفون سوى سيدة وغيرها من الأشكال وطبع أنها تمسح تضغط ضغطتين على القلم وتقدر تمسح هذه الأشكال طبعا من هذا الخيار له هذا كامل تقدر أنك تسحبه وتحط أي مكان وهذا رح يساعدك في تغيير الألوان والأقلام وثلاث نقاط أيضا هذه إذا تضغط عليها في ميزات أو تضغط على آخر واحدة مباشرة رح يوديك إلى إعدالات القلم مثل ما تشوفون هذه إعدالات القلم ما وجدها في الإعدالات طبعا نفترض شباب أنك دائما تحب تكتب ملاحظات أي شي مهما كان باللغة الإنجلانزية على سبيل المثال رح أكتب اسمي طبعا نقدر الخط لايك ومشوي عليه تضغط ضغطتين بصبعة واحدة ومن هنا تقدرون تحددون الألوان إذا تبعون أي لون طبعا بعد ما تكتب تقدر أنك تضغط أيضا ضغطة واحدة وبتشوف كلمة هنا نسخ النص هذي شنو تسوي لك تقوم بنسخ لك النص هذا على شكل كتابة فحاليا لو ننزل تحت نضغط ضغطة بالأصبع ونضغط ضغطة ثانية ونجرب نسوي لاصق مثل ما تشوفون شباب نسخ الكتابة الآن هذي واجد ميزة جميلة وتسهل عليك في الاستخدام إذا أنت كتحاب أنك تنقل على شكل النص على سبيل المثال الآن راح أجرب أني أكتب ويب سايت مثل ما تشوفون قط شوي تعبان بس أول ما تضغطون عليه مثل ما تشوفون راح يفتح لكم القوجل مباشرة نفس الشي إذا كتبت إيميل يا شباب طبعا هذي إيميل راح أكتبه الآن مو حقيقي ولا شي بس الآن راح نتأكد إياكم مثل ما تشوفون تضغط عليه طبعا راح ينسخ لك النص ولا ضغط عليه مرة ثانية مثل ما تشوفون مباشرة راح نحاولك على تطبيق الإيميل تقدر أنك ترسل الرسالة على الإيميل نفس الشي إذا كتب تواريخ معينة على سبيل المثال 1 شرطة 17 شرطة 2021 مثل ما تشوفون على طول تنتظر شوي تنسخ راح تقدر أنك تسوي رماندر بالإضافة أنك تضيف نوتات هذه صراحة مميزات واجدة تسهل عليك استخدام الآيباد وأصلاسا ما تحتاج إلى الكيبورد عند هذه المميزات طبعا شاب من ضمن المميزات الموجدة في هذا الخانة فيعدكم قلم جاي بهذه الطريقة إذا ضغطون على مثلا وحددتون الكلام إذا تبقون تنقلونه مثلا طبعا أحدد هادي وبعد ما أحددها أقدر أن أسحبها ووديها طبعا أحدها بالقلم بهذه الطريقة وبعدها بسبعة أقدر أن أسحبها ووديها المكان اللي أمضي يعني باختصار تقدر أنك تنظم الملاحظات عندك مثلا راح أنقل حرف الإش بس أحددها بهذه الطريقة مثل ما تشوفون وأقدر أن أحركها وانقلها أي مكان يعني باختصار تقدر إذا أنت ترسم مثلا ترسم العيون خارج الوجه وبعد أن تسحبها إلى داخل الوجه صراحة هذه ميزة جدا لطيفة وعملية وتنفع اللي حتى يحب أنه ينظم الملاحظات طبعا مو شرط في الملاحظات على أغلب التطبيقات تضبط على سبيل المثال مثل ما تشوفون راح نفتح تطبيق الأب ستور ونروح على البحث الآن في البحث راح نكتب هنا يوتيوب مثل ما تشوفون مباشرة طلع لنا يوتيوب وانت تقدر تختاره ولا واحدة أو تختار من تحت سيرج ومباشرة راح يبحث لك عن التطبيقات طبعا يا شباب حتى في بحث الآيباد تقدر أنك تبحث عن البرامج باستخدام القلم على سبيل المثال راح أكتب ديسكورد مثل ما تشوفون طلع لنا برنامج الدسكورد وبضغطة واحدة نقدر أننا ندخل عليه مثل ما تشوفون دخلنا الدسكورد بالقلم فقط وتقدر أنك مثلا شاب تمسح وتسوي مسافة بهالطريقة ولا تب تمسح بشكل كامل تقدر أنك تسوي شريح مثل ما تشوفون راح يمسح وانت تقدر تعدل الرابط وتكتب له تببي طبعا شباب هذه كانت أغلب المميزات اللي موجودة في قلم أبل إذا حابين تشوفون أشياء شريح مميزة اكتبوا لنا تحت في التعليقات وطبعا التحريث القلم للآيباد له iOS 15 في أشياء أكثر وأكثر مع تحريث القلم والآيباد OS وبس شباب شكرا لكم على متابعة الفيديو لا تنسوا اللعك والاشتراك في القناة وبس يا شباب في أمان الله شكرا لكم على قناة الفيديو اشتركوا في القناة